اشتركوا في القناة 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 شكرا الصحابة كانوا يقولون كان الرجل إذا كرأ البكرة وآل عمران جل في أعيننا أي عظم يعني لأنصار لما كان خاصة في وسط الصحابة مجرد أنه يقرأ البكرة وآل عمران أي يحفظهما منصار لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذرة في والآل عمران والأعين في الكرأة سورة البكرة تلقب بسنام القرآن تعرفون السنام الجمل أعلى شيء في الجمل السنام فهي تلقب بسنام القرآن العلماء قالوا لماذا؟ قالوا لأن الذي يتدبر سورة البكرة جيدا عنده نظرة يسمونها البرد فيو النظرة الطائر نظرة العلوية يستطيع بعد أن يتأمل سورة البكرة أن ينظر إلى القرآن نظرة علوية لجميع معانيه من خلال سورة البكرة الله أكبر ما لا يتي إتاء سورة البكرة سورة البكرة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر كان إلى هذا الوقت أكبر عدد يتجمع في جيش المسلمين إثنى عشر ألفين في هذا الوقت وبحسابات الجيوش خاصة في جزيرة العرب هذا جيش ضخم جدا إثنى عشر ألف للمسلمين حتى قال بعض الصحابة لن نهزم اليوم من كله يعني أعجب بكسرة العدد فقالوا لن نهزم اليوم من كله ماليكي كوزانچي وا چكين سوء غزوات حنين ونياكين دي فاروسة كانن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا ارنا أنا اعجران تا غزوات حنين وننغزوان كوكما ونن ياكين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا فتا ينا تارى دا سوجو جي ينا تارى دا مانا ما ياكا سوجو جي چين اتشك أدا سونا ينززامن ينا تارى دا سوجو جي سوجو جي دبوغو ما شابيو سوجو جي نوا دبوغو ما شابيو لو كاچين اتشكين جزير العربية اتشكين جزير العرباء با ادى دي كرمي باني اتشك موتو نادا ارم ونن سوجو جي دبوغو ما شابيو با واساباني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا فتا ونن صحابان هر ما كسامو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونن سوجو جي بازا ارنجاية مبا اي لن يوزم اليوم من قلة بازا ارنجاية مسبودة كرانچي مبا بازا اي ارنن بازاسو ايامو سبودة كرانچي با اندى يواجي باري اچي نسرات كنجاكي تو يوزامو نسرات نام لما وصلوا الى ودي حنين الكفار كامنوا في الوادي وكانوا ينزلون من اعلى الى اسفل فرمى عليهم العدو السهام فارتبك الجيش المسلم وفر اغلب الجيش لم يتبقى من اثنى عشر الفا الا عدد اقل من مئة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط المصدر بازاسو الكفار المصدر مالي چي لك اندى مسلمين سيكي ساوكوا سيكي زوا ما نافيلون هنين دا لو كا تيو ارنون نظر لو كا تيو ارناء سكفار اوليغة سبيا دائد شاو سهب بيسنا دائوا لا ترجمة نبي صلى الله عليه وسلم 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 وكان العباس صوته جهوري أي صوته عالي وقال نادي وكل يا أصحاب صورة البكرة فلما نادى العباس وقال يا أصحاب صورة البكرة الصوت وصل إلى الفارين فبدأوا يرجعون حتى إن بعضهم كان من سرعة فرار الإبل الجمل سريع ما استطاع أن يوكفه فأخذ ما عليه وتركه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا صنعت هذه الصورة بأصحابها في أناس اسمهم أصحاب صورة البكرة بس أصحاب صورة البكرة بأصحاب صورة البكرة بأصحاب صورة البكرة أصحاب صورة البكرة بأصحاب صورة البكرة ومن هذا أنفس اسم أصحاب صورة البكرة انتظر أنت من صورة البكرة أصحاب صورة البكرة هل أعلم أن تخبرني عباس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حتى جاء في بعض الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى في أصحابه تأخرا نادهم وقال يا أصحاب سورة البقى ترى ما سر هذه الصورة العظيمة في أن تفعل بأصحابها هكذا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 إن الله نانسي قنقر 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 بقو غاني با سانيان ناجكي سكي أسا زناريا كما تشكي إذا نوين زناريا دا سانيان سكي دي دي لو كتن سكو دو كتن سانيان كوشي كباني زناريا ناسير مكو ما لانيشي لو كتن سنان تاما كنسو سي الله كما يسنان تامس نان قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فكل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون فلما ذبحوا البكرة أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يقول لهم اضربوه ببعضها فقطعوا جزءا من البكرة وضربوا الميت فقام وقال فلان قتلني سم مات الله أكبر شف كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون الله أكبر صحيحة لبعضها للقوة فقطعوا جزءا من البكرة ويريكم آياتي ويريكم آياتي أكبر آياتي أكبر أنه جزءا منطقا من الموتى لكنا أدوكي واني ينكي أبوغاش دش لو كتنا أكادوكي ينكي أكا بوغا وانن ما وان اللان دي أكا كشي سي يتاش الله يبرران سيداو دي يتاش يچي واني واني شيا كشي سي يقوان تاكو ميموت الله يچي كنال القرآن تو حكا ينكي وانا مكي رأي دا وانا ري شكي لو كتنا كتنا حكا مو سو الله موشي رأي دا ري كو كما حكا زامو رأي دا ري أران ساكمو سبو رشي مي کون كنتو مي ماما كده نماما كما باية موتو وانا أبو مفي سوكي نغا الله سبحانه و تعالى باية محكا باوانن كده با الله يچي سا أننن منونا مكو آيو يمو مي يوا كوي هنكلي ما تلنا ما باها هنكلم بني آه سو دا عي أنفاني دا هنكلي هو كل وانا نتلنا معي أما أنا سو أي أنفاني داش نعم انظر هذه الآية حينما ترى إنسان ميت والله يحيه أمامك ويعترف بالحقيقة ثم يموت ماذا يحدث لقلبك القلب يخشع من خشة الله ولكن الله عز وجل قال ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك شوف هؤلاء هم اليهود هم بني اسرائيل سو ف incumbent حينما تلنا معي هم ليكن هم سو جهو من قلوب المشاهد أنه يستحضر الله أنه يستحضر الله أنهم يستحضر الله انهم يستحضر به ماذا يستحضر الله عندما تعلمين هم م organكزي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وإن من الحجارة لما يتفدر منه الأنهار وإن منها لما يشقك فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون تخيل أن تصل كسوة قلب إنسان فتكون أشد من الحجارة الله يقول وإن من الحجارة لما يتفزر منه الأنهار ترى حجارة منبيع أنهار ينبيع أنهار وإن منها لما يشقك حجر ينشق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية لا تجد حجرا كبيرا يهبط من أعلى الجبل من خشية الله فالحجارة تخشى وكلوب بعض بني آدم لا تخشى سبحان الله ما لأيتي كي يقول باياكا سي الله يتشي باياكا سي زكاة تانسو سي كي كي شهي زكاة تانسو سي كبوشي سي الله يتزكا تان دعوات كي سي الله يتزكا تانسو سي كي شهي كي كي شهي سبوذا تبا تكندور سيزكا يواني دوسي واني دوسي زكا سا موريسا ويجن بلو وان غلبي ننروا واني دوسي زكا سا موريسا ويجن دوا سني ama غلبي ننروا ترجمة نانسان ترجمة نانسان ترجمة نانسان ترجمة نانسان ترجمة نانسان ترجمة نانسان قصة البكرة تشير إلى سرعة الاستجابة للأمر والنهي كيف حالك مع أوامر الله ونواهي كما رأيت بني إسرائيل ماذا فعلوا حينما قال الله لو مسبحه بكرة تلكؤوا وتلكؤوا وتلكؤوا فتجد في كل آيات سورة البكرة عبارة عن اختبار لسرعة الاستجابة والأوامر والنواهي فكل الآيات تندرغوا تحت هذا السياق مالاكي إدان كوكا ديبالابارنغا أتكين كسوانغا لأكو سامو ينا مغاناني ينا نونمون يندا متونيكا ماتا كيسوري كيگاگاwa ككربيچران الله ككيايكو مهننسا كوكما زينونا مكا انك ديبا مينيني أمفانين لو كا چند الله يا أموري كا أبو كا أكا تاشي باتارة ششي با لو كا چند الله يا حنا كا همو باتارة ششي با سورة ادان كديبا سمالاكي دكان آيات سورة البكرة كوكما زا كزو كديب اسكي سنا مغاناني كن سنا بياني نكن هاني دكما أمورني نعم النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبايد بن كعب تعالى من أبايد بن كعب قال عنه صلى الله عليه وسلم أقرأكم للقرآن أبايد بن كعب يعني أحسن واحد يكرأ الكرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هو سيدنا أبايد بن كعب ما لا يجي النبي معنم محمد صلى الله عليه وسلم يجي يجي ما أبيد بن كعب ما لا يجي شنكو سوانيني أبيد إن أكجي عبيب بن كعب واريني سهابن عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنمي وقوائي سهكا نبي معنم محمد صلى الله عليه وسلم يانون فضلان شوا أبيد يافيكو وإيكارات القرآن على الأمم بأي شيء النبي معنم محمد صلى الله عليه وسلم وأنمي في صحابي دوك إيكاران تقرآن شنكو أبيب بن كعب نعم النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبيب بن كعب وقال يا أبي أتدري هل تعلم أي آية في كتاب الله معك أعظم تخيل العظم هذا السؤال آيات القرآن ستة ألاف ومائتين وستة وثلاثين آية تخيل لما أعطيك سؤال ودك ستة ألاف اختيار ثم أقول لك اختر الإجابة الصحيحة يقول يا أبي يا أبا المنزر أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم فقال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيب فطعن في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنزر أي هنيئا لك العلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما لأيتي النبي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتيم أعضي ما ينكم قال وعنين أعضي من كعب ما لأيتي النبي سيئا النبي وعنين أعضي يا كعب دنكاب شن كا سن وني آية وش آية تفكو وش آية درجة دجرم أتكال القرآن يمجرم just imagine آيوي القرآن ما لأيتي آيوي دبو شيدا كويني تورانشين 6237 6237 آيوي شكويني القرآن just imagine أتكال صحابي تبنغر القرآن صحابي دوكو سماسود رجالي سيئا معنى محمد صلى الله وعليه وسلم آيان دف جرم سماسود آيات الكرسي الله لا إله إلا هو لا حي لا قيوب لذلك النبي محمد صلى الله وعليه وسلم سبب فرن تباير سيئب جنسا يجي ما دالله تبشار دا إليم یا كي عمي نعم أنا سأقرأ آيات الكرسي ولكن أريد منك أن تسمعها ليس بأذنك ولكن بأذن قلبك listening to آيات الكرسي by your heart until me what you feel أخبرني ماذا تشعر لماذا هذه الآية بالذات هي أعظم آية في كتاب الله كانت أخبر نزي 40 آيات الكرسي عندما تشعر قوصان دووان نشي مسألا تشعر منظم آية الكرسي ماذا تشعر 손اني ليس بأذنك كأن هذا أقول كما آية الكرسي ما مهم ويانست من journey لأنهم سأرخوا من سيئب آيات الكرسي لا يصير أمر وح سأخبر الله يصير الأمر يصير الله يصير ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ماذا تشعر؟ what do you feel to listen to آية الكرسي هذا تشعر طبعا إن شاء الله كان في العمر بقية سنأخذ لها محاضرة وحدها آية الكرسي سنأخذ لها محاضرة وحدها سنأخذ لها محاضرة وحدها ولكن على عجالة سأكون لكم قصتها حتى نأخذها إن شاء الله وهذه الآية في سورة البكرة سنأخذ لها محاضرة وحدها أما تأثير بزيء كي كمن داكاسم معنا ولكن إذن الله يبقى معروم قادرة آية الكرسي سنأخذ لها محاضرة سنأخذ لها محاضرة من زمن كنت إذن الله سبحانه وتعالى ييد نعم سييدنا بوري رضي الله عنه النبي صلى اللح Εuss viial أوكله بحفظ الصدقة يحرص الصدق فجاء سارك يصرق من الصدق فأمسكه أبو هريرة فقال إني صاحب حاجة وعيال فتركه أبو هريرة رضي الله عنه فلما ذهب أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولم يرى ما فعل أسيرك البارحة أي بالأمس قال اشتك حاجة وعيال قال إنه كذبك وسيعود فجاء في اليوم الثاني فوجده يصرق فأمسكه فقال ذعني فإني صاحب حاجة وعيال فتركه فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة قال اشتك حاجة وعيال قال كذبك وسيعود حتى جاء في الثالث الله أكبر وونا هديث ذكرت البطر منتشوى النبي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزوني دقال تندى ما موي إيماني دحكا أما زيكار تبطر منا دي إيماني شيني ميفاني النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيني يباري يسا أبي حريرا يهي قاعد يهي يزونا يزيب صدقو هذا الشيئ جاء في الموته альный النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقولون نعم فأنت أن تكون في محمد المتحدث بشرائها في هكذا وليس كما يقول أنها سيكون 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 هناك لأنها أصدقظت عليها فالنهاية ونصدق بإستمرار وإستمرار ويستمرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني سأعلمك شيئا ينفعك الله به وكان الصحابة أحرص شيئا على العلم فماذا علمه؟ قال إذا آويت إلى فراشك إذا أردت أن تنام فاكرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ الله ينزل لك ملك مخصوص يحفظك ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال له ذلك فلما قال له ذلك تركه فذهب أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال إنه علمني كذا وكذا قال صدقك وهو كذب هو أصلا كذب لكن في هذه المسألة صدقك أتدري يا أبا هريرة من كنت تخاطب منذ ثلاث أيام؟ زاك الشيطان زاك الشيطان انظر ما تفعل آية انظر ماذا تفعل انظر ماذا تفعل آية الكرسي بشياطين شكرا ماذا تفعل بشياطين ماذا تفعل أو كنت تفعلene هذه المسألة آية الكرسي بشياطة وكر التواصل الإبوضة وانظر ما تفعل الصدقين وانظر ما تفعل أنه يأتي لها الكرسي الأوية وانظر ما تفعل كنت تفعل أنه يوضع يكبر زاك الشيطان المترجم الى النبي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة